الدكتور يوسر الشرقية أعتقد عنده تعقيب على الكلام زائد السؤال اللي أنا بقى بضيفه ألا وهو أنا أو بالأدقاء الصينيين عملوا عندهم تراكم رأس مالي بخمة جدا خلال السنين الطويلة اللي فاتت وبسبب التراكم الرأس مالي بخمة بدأوا يتمددوا إلى خارج الصين دخلوا إفريقيا من بدري وبعدين بدأوا ينفسوا الأمريكان في أمريكا اللاتينية وما إلى ذلك طيب الصين جاية عندي جاية عندي بمنطق الشريك التجاري الشاطر ولا الشريك الصناعي الشاطر طيب قبل ما ندخل على الصين أنا هتكلم على فكرة أنه المرحلة اللي احنا فيها دي احنا من حوالي كم سنة كده كتير جلنا مستثمر إمارات يشترى حصة في شركة كبيرة جدا في الكمنيكيشن في القطاع الاتصالات وكان رقم كبير أيامها زي الرقم ده وكنا فرحانين جدا وبصرع صرفنا الرقم وخلصنا فالفكرة كلها احنا محتاجين نقول حاجة هنا أول حاجة اللي ضمن نجاحك في اقتصاد مستدام الإبقاء على سياسات التقشف الحكومي والترشيد الإنفاقي سواء الغير إنتاجي رئيس الوزراء ده رقم يعني احنا نعتبر ان الفلوس ما ليش يعني بالزبط كده العب بقى على انك انت ايه مفروض انك تكسب 4 صفح عشان ما ليشتتين إسا عندك مباراة تالي ده حاجة مهمة جدا ولو بصناشت دي هنخسر كتير سياسة تجديد النقدي ونكتصاد على تدخم بتاعك وتفضل تستمر كده ده مهمة جدا في سياسات النقدي حاجة تانية مهمة جدا أنا المفترض انه في حاجة اسمها الهيكلة الاستثمارية في مفهوم جذب الاستثمار لأجنب المباشر يعني الصفقة دي خرص الدبلوماسية رئاسية وحكومة رئيس دولة رئيس الوزراء عندي قطاعات أخرى القاسم مشترك شغلها 24 ساعة هو جذب اسمار فلازم يبقى عارفين بمنتهى الشفافية والجهات الرقابية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ يبقى عارف قويس جدا الهيئة الفلانية بتاعت السمار هتجيب كام والهيئة التانية هتجيب كام وده هتجيب كام احنا هنعتمد كل مرة على ان العدلات كل ده تقف ويجي حد يجيب للحزام بتوقطها النجاح مش هنعرف نحقق معادلات في جذب اسمار اجنب المباشر تحقق الفوائد اللي سيادتك بتحلم بيها عشان توجهها في صناعة زي ما الصناعة عملت او غيره حاجة المهمة جدا برضو ان في امور معينة لازم بعد ما نثبت السعر العملة الدولارية مع الجنيه نبقى عارفين كويس جدا ان ده هيزبط معايا حاجة جديدة سمها تحولات المصريين بالخارج طبعا ودي نزلت عشرة و 11 مليار دولار في السنة الواحدة من 33 إلى 22 طب انا هشتغل عليهم بنفس البعد القديم واعمل لهم قانون يجيبوا سيارة واعدلوا 17 مرة في 3 شهور لا احنا محتاجين نشتغل بفكر خارج السندوق في التعامل في جذب الاستثمار من المصريين بالخارج كاستثمار مش كتحولات صح بمعنى صح هقول له تعالى بقى ده انا عامل منطقة صناعية اعفى 50 سنة عشان انت مصر والمنطقة الصناعية دي لو انتوا 10 سنة لجيب من السعودية هاديكم تعملوا مصنع والمصنع ده مستلزمات طبية وهاخد منتجه انا كدولة هقس الشركة هاخد اوديها الافريقية شبه حقومية الدولة بتحسي الشركات وده المفروض يبقى فيه نموذج جديد للتعامل مع عملات في المصريين بالخارج من الجانب والمنظور الاستثماري لانه كل واحد في الخارج محتاج يعمل حاجة في مصر حاولنا بمصر تستطيع حاولنا بتعليم اللغة العربية لكن دي كلها محاولات جميلة جدا في صعيد العلاقات المصرية مع ابناء في الخارج لكن في صعيد الاستثمار محتاجة شغل المختلف يعني مسألة التحويلات بمفهومها الكلاسيكي ده عادي جدا خلاص كيف دي ماشي أساسا يعني عارف باي مين ونظر باي دفولت تجي شغالة لكن انت عشان تعمل برامج لجازب الاستثمار من المصير بالخارج ده معمول في دول ولازم في بعض الأحيان بلاش نختارع العجرة ياريت نغشها أسهل فيما يتعلق بمسألة الوثيقة ملكية الدولة والدخارج هو كان فيه عائق قاله السيد النائب أحمد سمير اللي هو سهل العملة لكن كان فيه عائق أخرى تطبيق وليس تشريع وهناك فرق كبير يراه المستثمر في المساحة ما بين التطبيق والتشريع عندك تشريع مش عارف تطبقه فيه قانون التنافسي الحياة دي عندك قانون قانون انت كان فيه قانون صدر من ستة شهور يتعلق بايه برفع الإعفاءات عن الضربية وغيره عن مشروعات الدولة يعني يبقى فيه هنا تخضيع يبقى زي وزي فيه حيحقق التخضيع هذا التطبيق ده كان مهم جدا وكان مؤثر جدا برضه على عمية الشرع أنا مش مكانش عندي عنصر واحد بس مش عنصر السعر بس أنا عندي تلافسية الحياة دية وعندي عدم تخضيع بعض شركات الدولة إلى بعض الأوعيات الضربية وبالتالي دي كلها كتنقصرة معايا عشان كده المدة الزمنية اللي قال عليها النائب أحمد سمير عشان تنتهي لازم تحل كل المشكلات دي في وقت واحد في معادلة واحدة وبسرعة لازم فعلا نشتغل في كل موضوع بجد والزمني حتى الفض في النزاع الاقتصادي والاستثماري لابد أن يقول له جد والزمني لما أجل استثمر عندك في مصر ويحصل بيني وبينك خلاف أعرف أن خلال سنة خلال سنة المهم حدد لي الفترة عشان عندي ميزينيات وموازنات مرتبطة بأسهم مشاركات ووضوح إجراءات التخارب قل اللي هتاخد قل اللي هنفصل في القضية دي بس في سنتين يعني في بعض الدول زي فرنسا مثلا لما يحصل نزاع اقتصادي تحديدا تخش المحكمة يقول لك من تاريخ تقديم الطلب هتحصل على الحكم النهائي في 18 شهر كل بقى الإجراءات في النص حكم أولي تطعن عليه كل دي فحنا المفروض نوصل للمعادلات دي تحدى ما تحبوش دي قصة تاني محدش أدخش في تانيات الحكم أنت أمام 18 شهر ليه سيادتك بقى عشان سيادتك عندك ميزينيات بتقفلها وعندك فلوس هتبقى خسرانة أو كسبان وهتخش على ميزينيات عندك وهتخش على أربع وتخش على ضرايب في كل دي التراكمات دي بتبهدلك المعدل لستثمارية حتى تنصص من الدولة تنصص من الدولة وفكر بطلقة تانية خالص وبالتالي احنا لازم نشتغل في الأمور دي بالشكل ده حاجة المهمة جدا أنت عندك أيضا شريان بيغزل قلب الدولاري سيح ده لو أنا معرفتش أشتغل عليه بفكر مختلف تماما وأنا عايز أتكلم هنا على السيحة العلاجية فين قانون السيحة العلاجية أنا لو جئت تعليقتي عندك وهصلي مشكلة هتحاسب إزاي وهتحاكم إزاي وبقاني القانون تفصل لي فيه مفيش دولة بتاعم السيحة العلاجية بدون قانون سيحة العلاجية بدون منظومة وقانون ليه عشو واحد بيخلع درسه في الغداء بألفين دولار ويحب بيخلع بخمسمين دولار لازم أعرف خواس جدا الكريتيريا إيه علشان دي مفهوم مهم جدا في السياحة الاستشفائية أو في السياحة العلاجية أو السياحة الصحية كل هذه المفاهيم وانت دخل يفتح متحف الكبير ودخل على تمانية مليون متوقعين يجو في رأس الحكمة وسياحة تانية إذا أنت أمام فكر مختلف جدا في الاستثمار السياحي هنا تقدر تعمل بقى الفوائد دي كلها وتحولها إلى إنتاج زراعي وإنتاج صناعي تقدر تصدره وهنا لابد أن يرتفع رقم الصادر وتقدر تحقق المئة مليون دولار بس مش حقق المئة مليون دولار وانت ما عندك شي معادلة بتشجع فيها توسيع قاعدة المصدرين وهي يبقى الوضع كما هو عليه إذا كان في كل قطاع أو في كل مجلس هم أكبر عشرة بحققه 90% من رقم والباقي يقول له فلازم توسع قاعدة المصدرين توسيع قاعدة المصدرين وتوسيع قاعدة المستثمرين يوسع قاعدة الخضائقين ضربيا يبقى تتعافى الموازنة بتاعتك يبقى تعرف يبقى عندك اقتصاد يعود على الناس على الحال غير كده مستحيل مش هتقدر تحقق المعادلات دي توسيع القاعدة بمعنى إيه وقلت قبل كده معك في حلقات كتير وبكره لما سألنا الألمان ده بيصدر بخمسين ألف يورو وده بيصدر بعشرة مليون يورو بتدعمه مين أكتر قلب وخمسين سألناهم ليه؟ قال ده مستقبل ألمانيا ده عارف الطريق احنا المعادلة عايز تتعاكس شوية المعادلة عايز تتعاكس شوية عشان توسع لو عندك تلاتة بيصدروا بمليار لو بقوا ستة هيصدروا باتنين مليار لو بقوا تسعة هيبقوا بمتنشر مليار عائداته الدولارية تبقى جوه البنك طبعاً ما يبقاش بيحط عائداته الدولارية في موريشوس يعني عاملوا ضبط زي بتوع السياحة بالضبط يعني موريشوس وحتة تانية بس خلينا في موريشوس دلوقتي